هكذا تبدو شوارع مدينة الناصرية فارغة وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة فوق معدلاتها الطبيعية لكنها لا تخلو من الذين اعتادوا على العمل في أقصى الظروف المناخية رجال الشرطة والمرور وبائع المناديل الورقية هذا وبعض الأطفال الذين لازموا التقاطعات المرورية نحن بالنسبة لنا إيمان على قلاب البريد ولا بالحار وما دين واجبنا بصورة صحيحة وما متأثرين بأي شيء جو طبيعي حار يعني حرارة شديدة لكن الحمد لله احنا مقاومين في هذا الواجب واجبنا الشرعي هذا التكليفي وان شاء الله مقاومين اثناء الواجب في خدمة المواطن والبلد احنا نجي تعبانين من الشغولها لا كهرباء لا مولد والماء مقطوع عندنا يلا نجي هايسة درجة حرارة حالي والله لا كهرباء لا مولد تعبانين وضمي حالنا وتؤكد دائرة الأنواع الجوية أن يوم غد الأربعاء سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة فوق الخمسين درجة وهو ما دفع محافظة ذيقار إلى تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة اليوم غد مجلس المحافظة أعلن عن أن يوم غد يوم الأربعاء هو يوم تعطيل رسمي وهذا جاء بناء على مطالبة المحافظة من خلال كتاب الأنواع الجوية اللي أعلن أن درجات الحرارة سوف تصل إلى أكثر من خمسين درجة مئوية وبالتالي يوم غد هو يوم تعطيل رسمي بالنسبة لمحافظة ذيقار مديرية تربية ذيقار أكدت أن العطلة لا تشمل الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية وأن الامتحانات ستجري بحسب الجدول المخصصة من الوزارة ومع بلوغ درجات الحرارة خمسين درجة وارتفاع نسبة الرطوبة إلى نحو سبعين بالمئة سجلت دوائر الصحة في ذيقار حالات اختناق عديدة بسبب هذه الظروف المناخية الاستثنائية من مدينة الناصرية أحمد السعيدي الحرة